شواء جديدة وبأسعار خيالية متابعين في كل مكان أهلا بيكم في تخطية إخبارية جديدة هنتكلم فيها عن القرار الوزاري لشواء الإسكان الجديدة أو للطرح الجديد شواء الإسكان هي من أكثر الحاجات اللي بتشغل أغلب المواطنين خلال الوقت الحالي خاصة بعد توجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من طرح الوحدات الجديدة وتنفذها وده علشان يتم التسيير والتسهيل للمواطنين من ضمن خطة الدولة اللي بتسعى عليها لتحقيق سكن لكل مواطن وكمان هي من ضمن خطة توفير حياة كريمة للمواطن وعشان يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وزارة الإسكان قالت إنه في الطرح الجديد هيتم خلال الأيام المقبلة طيب إيه هي التفاصيل والطرح ده هيبدأ إمتى وإيه كمان هي المناطق اللي هيكون متوفر فيها الشواء السكنية الجديدة أسئلة كثير جداً الناس بتسألها ومعظم الشباب بيسألها الفترة دي لكن رد عليها المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمر خطاب قال المهندس إن في تصريحات تلفزيونية من لحظات إنه الوزارة بالفعل بتعمل على طرح وحدات بشكل مستمر وإن دي مش هتكون المرة الأخيرة كمان أكد إن وزير الإسكان زف بشرة جديدة للمواطنين بإنه هيتم طرح 6575 وحدة سكنية جديدة والطرح ده هيبقى في 15 مدينة جديدة على موقع مسكن الطرح كمان قال إن مساحات الشواء الجديدة هتتنوع من 90 إلى 150 متر وكمان قال إنه هيكون طرح مميز هيشمل كل الطبقات وهينسب جميع احتياجات المواطنين غير كمان إن العدد المطروح كان كبير وبيوصل لحوالي 700 وحدة في بعض المدن كمان قال إنه بيغطي معظم محافظات الجمهورية طيب عندنا سؤال بالوقت إيه هي الأماكن اللي هيتم فيها طرح الوحدات السكنية الجديدة وإيه كمان المحافظات اللي هيكون متوفر فيها الطرح ده الطرح ده هيكون زي ما وضحت لحضراتكم هيناسب جميع الفئات سواء على صعيد المساحات أو على صعيد الأعداد اللي غالبا هضغطي زي ما قلت لحضراتكم معظم أنحاء الجمهورية كمان خليني أستعرض مع حضراتكم معلومة مهمة جدا وهي إن تسليم الوحدات ده هيكون بشكل ثوري يعني مش هيبقى في أي تأخير أو ما إلى ذلك أو استلام على فترة طويلة وده هيساعد الشباب اللي حابب يستلم ثوري وده البشرة اللي زفتها الوزير الشريف الشربيني للمواطنين النهاردة كمان خليني أوضح مع حضراتكم إن المتحدث الرسمي ده اسم وزارة الإسكان قال إن ده أكبر طرح للوحدات السكانية الجهزة للتسليم الفوري وده هيتضمن 6575 واحدة سكانية في 15 مدينة جديدة المناطق دي هنستعرضها مع حضراتكم مع بعض وهي كالتالي القاهرة الجديدة والعالمين الجديدة المنصورة الجديدة 6 أكتوبر أكتوبر الجديدة حداي أكتوبر وبدر والعبور والشروق والعاشر من رمضان والستاد والمينيا الجديدة وغرب إلا الجديدة وغرب أسيوت وكمان ضميات الجديدة متابعينا دي كانت تفاصيل خبر وزارة الإسكان النهاردة بخصوص الطرح الإسكاني الجديد شكرا لكم ونشوفكم في تغطية إخبارية جديدة